طيب دي اللي قططت لحضراتكم شايفينها دي على الهواء مباشرة دي اللحظات اللي هيتوجه فيها أو بيتوجه فيها الفريق بيغادر فندق قامته بس يتوقعه طبعا أول اللعيبة اللي ظهرت عشان يروح يتوجه للملعب اللي هيتم عليه أو اللي هيجري عليه الفريق ميرانو التاني في الضوحة استعدادا للمواجهة دكتور أحمد أبو عبل طبعا زي ما قلت لحضراتكم أكد على جهزية أحمد عبدالقادر بعد ما أتم البرنامج التأهيلي الخاص بي وإن شاء الله بإذن الله عبدالقادر برضو هيظهر في تمرينة النهاردة ويشارك في التمرينة بشكل طبيعي وكامل جدا مباراة أعتقد ممكن تشهد ممكن يا توقعي أنا الشخصي دي مش معلومة دي توقعاتي ممكن هتشهد أكيد ميلاد نجوم يعني جداد ومن الوارد جدا يبقى فيه تغيير إلى حد ما على التشكيلة الاعتمد عليها مستر بيتسو موسيماني في الست مباريات اللاعبهم الدوري لظروف كتيرة جدا أعتقد طبعا أنه مشاركة الدوليين مع منتخباتهم إلى حد ما ممكن تكون محطوطة في اعتبارات مستر موسيماني وهيحسم يعني أمره بشكل كامل على مدار التلات يام اللي جايين من خلال طبعا مشاركتهم في التدريبات لعبين لاغين عنهم طبعا ديانج أكرم توفيق حمدي فتحي بدر بنون الشناوي خط الهجوم اللي ممكن يكون يعني يشهد تغييرات يعني مش هيلعب مستر موسيماني قلنا لحضراتكم تشكيلنا المتوقع من بداية الأسبوع وقلنا الرهان قدام هيكون على ثلاثة أفشة ومع أحسين الشحات ومعاهم برسيتاو يحصل تغييرات يعني هنشوف على مدار الأيام اللي جاية وانتبع مع حضراتكم برضو التمرينة بتاعت النهاردة ونعرف إيه الأخبار